إنسانياً دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب دشن دورة إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم مليشي الحوثي وزجت بهم في الصراع المسلح نعم الدورة سيستفيد منها 26 طفلاً مجنداً وتعد الثالثة من المرحلتين التاسعة والعاشرة التي استهدفت 80 طفلاً من محافظات يمنية مختلفة دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة مأرب دورة إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم مليشيات الحوثيين الإنقلابية وزجت بهم في الصراع المسلح حيث يستفيد من الدورة 26 طفلاً مجنداً ومتأثراً وتعد الثالثة من المرحلة التاسعة والعاشرة التي استهدفت 80 طفلاً من محافظات يمنية مختلفة عمدت مليشيات الحوثيين في الفترة الحرب على استثمار الأطفال في المعارك العسكرية وهذا كان له ارتدادات كبيرة على الأطفال مركز الملك سلمان ساعد كثيراً في عدد تأهيل الأطفال في عدد انهاء الفكرة العسكرية والفكرة القتالية داخل عقولهم هو استمر في طاهم الكثير من الدورات التعليمية والصحية والتأهيل النفسي من أجل أن يخلصهم من تراكمات المليشيات وآثار الحرب التي أقحمتهم فيه المليشيات وسيخضع الأطفال لتأهيل مكثف لمدة 45 يوماً يشمل تأهيلاً نفسياً واجتماعياً وتعليمياً إضافة إلى أنشطة أخرى رياضية ورحلات ترفيهية وأيام مفتوحة تهدف إلى أن يمارس الأطفال حياتهم الطبيعية وتخليصهم مما علق في أذهانهم جراء الانتهاكات التي تعرضوا لها بسبب تجنيدهم أو تأثرهم بالقذائف والمتفجرات والألغام مركز الملك سلمان قدم الكثير والكثير من أجل الإنسانية بشكل عام في اليمن وخاصة في عادة تأهيل المجندين من جماعة مليشيات الحوتيين التي يتم استقطابهم وإستراجهم إلى المعارك في الجبهات لذلك قدم قرابة قبل أيام قرابة 26 طفلاً تم تأهيلهم من قبل مركز الملك سلمان في محافظة مارب مؤخراً انتهاكات بلغت ذروتها تجاه الأطفال في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية والذي يبدو معها أنه لا عهد لهم ولا ميثاق خاصة وأنها استغلت الهدنة في حجد المزيد من الأطفال عبر إخضاعهم لدورات طائفية مكثفة مروى النبي إذا لتلفزيون المملكة العربية السعودية عدن